السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين الكرام متابعين كنات من نوعات أبو محمد في حياة أهل الريف اليوم نتحدث عن البنجر العلف الله صلى الله عليه وسلم أخبارك يا باشر البنجر العلف يتزراعون من الناس مع البرسيم ينفع جهائي ونشد الملوح من الأرض ينفع جهائي ونشد الملوح من الأرض هنا ينفع جهائي هنا المنطادي كلها ملح نعم نعم هل هذا الزوري من الكاتمة؟ نعم هل تسأل شيء؟ نعم لا يوجد فايدة نعم هذا الزوري من الكاتمة هل تسأل الوزارة الزراعة؟ نعم 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 هل تسأل الوزارة تسأل من الكاتمة؟ نعم تسأل الوزارة حدث عن البنجر العلالق لكن المنطادي يتحقق وكيف يتضر؟ يستطيع المحاول يتحرك على البنجر يجب أن المنطادي كانت أرض فايرة باية هذه هي خطرة هل هي علاجة الروز؟ علاجة ناس نزرع الروز والحكومة لا نعمل ما لدينا الروز لا، ما هو وزارة الزراعة؟ أخبرنا وزارة الزراعة ونعمل لكم خط طرف لا يسألك لا يسألك هل هل الناس هنا في الطرف تزرعه؟ هذه السحوات أكثر من 100 ملوخ ومن 100 ملوخ حتى خاطر الملوح وصرف مكتوب سأل عنه لما هي أمه الأمن الناس هنا تترزع على البنجة العلف يستفر فيه مراتين يشد الملوح من الأرض يشد الملوح من الأرض ويشد الملوح من الأرض هنا مساعة كبيرة ساعة الأرض لا تكشحوا لا يكرمها